سابوا هوايا وراحوا للتانية منهم اللي سابها علشان بقى مش لايق ومنهم اللي مرد يوش يخلوه يكمل علشان ما بقاش لعبه نافع وكأن القدر كان بيلعب معهم لعبة الصح والأهم وغيروا مصرهم وحياتهم وبقى أشهر وقل مع نجوم نجوم كتير سابوا الكورة اللي كنوا فرحانين بيها وبقوا مشاهير في أناكن تانية تعالوا لكم هم مين واه اللي خلاهم يسيبوا الكورة معقول كنت تسدى ان كريم عبدالعزيز حلمه يبقى لاعب كرة وما كان شف دماه التمثيل خالص رغم انه من عائلة كلها مخرجين وصنع سينما ايوة هي ديه الحقيقة وفعلا كريم عبدالعزيز كان حلمه يطلع لاعب كرة قدم ومش بس كده لا ده كمان لها في ناشئين الاهل لمدة اربع سنين بحلهم تحت ايد كابتن صفوة عبدالحليم وبعدها سات كل حاجة ورح للتمثيل وغير الطريق اللي كان هيمشي فيه ورح لطريق تاني خالص واللي كان زيه بالضبط هو احمد السقى واللي قعد في النادي الاهل شوية سنين بيلعب في الناشئين رغم انه في الاصل زم الكاوي وتدرب تحت ايد كابتن ابراهيم عبدالصمد وبعدين رح لعب في اكاديمية الزمالك واللي دربه الكابتن محمد صلاح وسامير محمد علي وهتتفاجأ طبعا ان احمد السقى مجد الاندية اللي لعب فيها بس بالعكس ده لبس خمس فانيلات لفراء مختلفة قبل ما يقرر انه يمثل ويغير كل هواياته ونشاطه يعني السقى لعب كرة فترة في النادي الصيد ودربه كابات كبار كان منهم عبدالعزيز عبدالشافي وده غير انه كمان لعب فترة في الشرقية للدخان والمقاولين العرب ويشارك في متشاة اعتزال وفضل يمارس الكرة كهواية حتى بعد التمثيل بس اللي بعد عن الكرة كان القرار بانه لازم يختار ما بين التمثيل وبينها وعلشان القدر يساعده اتعرض في الوقت ده لاصابة جابت له رباط صليبي وبما ينفعش يلعب كرة تاني فرح للفن اللي عوضه عن لعب الكرة بس اللي قال كتير انه كان بيلعب كرة قبل ما يغير خطته خالص ويبطل ملاعب وبعد كمان بعد ما شاف ان الملاعب هي اللي خسرته علشان كان لعيب جامد هو تامر حسني وده طريقه كان مختلف شوية هو بدأ لعب الكرة من نادي زمالك وبعدها راح الاهلي وفشل في كل الاندية اللي راحه ومعرفش يلعب في ولا واحد فيهم بس كان شاب زكي وكان حاطت لنفسه خطة بديلة ورغم انها بعيدة لكن عارف يحقق ويكمل فيها وهي انه يبا مطرب ورغم كل الصعوبات اللي قبلها اللي انه قادر يحقق اللي هو عايزه اما المطرب احمد فاهمي ايوه هو بتاع فريق وعمى ده با كان من مجانين الكرة وبيحبها جدا وحب الاهلي شدعه انه يلعب وفعلا كان واحد من اللعيب الناشئين في النادي بس والده ركز معاه في المزيكة بشكل اكبر وده خلاه يتجه للغنى وبعدها للتمثيل بس ده طبعا ما خرقش حب الاهلي من جواه بالعكس ده لسه بيحبه وبيمشي وراه بالمشوار في كل المباريات وفي كل مكان بيروح ليه طبعا كل الناس متوقعا ان يبدأ احمد فاهمي انه ممثل طبعا لعب في النادي الاهلي علشان الحب الكبير اللي بيحبه للنادي لكن المفاجأة انه لا وانه والده رفض يخليه يلعب في نادي السكة الحديد وكمان النادي الاهلي وعلى العكس بها اخو كريم فاهمي لعب في النادي الاهلي للبراعم سنتين كاملين وكان قبلها كمان بيلعب في الزمالك وانضم كمان لمنتخب الناشئين بس اخوه احمد لا بس بقى اللي كان نجم في نادي التراجي التونسي زي ما بقى نجم في السينما والتلفزيون هو الفنان زافر العبدين بس الاصابة اللي بعدته عن الملاعب سنتين كانت السبب في انه في الفترة دي يبدأ شغل كعارض ازياء وموديل اعلامات في فرنسا ومنها بقى مساعد مخرج وهوب بدأ رحلته مع التمثيل وبقى النجم زافر العبدين ترجمة نانسي قنقر